ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ووفق المعطيات التي توصل بها موقع أشكين فإن كل من المتهمين سيمتلان أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ الرابع عشر من أكتوبر الجاري وذلك بعد أن سبق أن تم الاستماع إليهما تمهيديا في شهر مارس الماضي ويواجه العمد ونائبه من قبل الوكيل العام تهما تتعلق بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يدهما بمقتدى وظيفتهما وجنحة استعمال صفا نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استفاء الشروط اللازمة لحملها ويذكر أن المتهمين المذكورين يتابعان على خلفية إبرايمهما لخمسين صفقة تفاوضية بمناسبة الكوب فاندو كلفت أزياد من 28 مليار سنتيم وهي الصفقات التي شابتها مجموعة من الاختلالات اعتبرتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في شكايتها الموجهة إلى الوكيل العام تبديدا للمال العام نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي